بحلقتنا اليوم رح نكون عم نحكي عن أهمية وجبة الصحور في كتار منكن يمكن بيفطروا مظبوط إنما ما بيصحوا حتى يتناولوا وجبة الصحور يمكن لأنه كمان ما بيعرفوا شو هنه فويدة وجبة الصحور هي مصدر طاقة للجسم وبتساعد وبتهون الصيام علينا خلال اليوم بتساعد كمان على تفادي الدوخة، تفادي الصداع لأنه بتحافظ على مستوى السكر بالدم وبتخفف الشعور بالعطش بتساعد على تغطية احتياجاتنا الغذائية خلال اليوم هلأ كيف فينا نحنا نكون عم ناخد صحور صحي لحتى نكون أكيدين إنه تصحرنا بطريقة صحية كتير مهم نكون عم نتناول البروتينات ومنها البروتينات ممكن يكون في عنا البيض، الفول، الزبادي مهم كمانا نكون عم نتناول النشويات إنما أحسن تكون النشويات البطيقة ولما أقول بطيقة يعني هي النشويات اللي بتحتوي على الألياف الغذائية مثل العيش اللي هو أمحة كاملة أو العيش الأصمر بيشبع أكتر ومفيد أكتر من العيش الأبيض البطاطس إذا كنا عم نتناول بطاطس مشوية مثلاً ممكن نخل القشر عليها لأنه قشر البطاطس مليان ألياف غذائية وبيعطي شعور بي الشبع كمانا كتير مهم نكون عم نأمن البيتامينات والمعادن يعني أكبر عدد من البيتامينات والمعادن نأمنهم إذا تنيولنا الخضار ودايماً يكون في عنا حصة فكها ما تنسوا إنه لازم تشربوا كمية كافية من الماي قبل وجبة الصحور يعني بين الإفطار ووجبة الصحور نكون عم نأمن احتياجاتنا وطبعاً خلال وجبة الصحور نضل عم نشرب الماي نبتعد عن القهوة عن الشاي خلال هيد الفترة أو على وجبة الصحور لأنه بتحتوي طبعاً على مادة الكافيين اللي بتظهر الماي من الجسم وبتنشف الجسم نبتعد كمان عن الأطعم الملحة اللي هي المخلل، الزيتون، الأطعم المعلبة، المصنعة، اللانشن مثلاً، الجبن الصفرة كلها المأكلات تحتوي على ملح كتير وبتعطي بتزيد الشعور بالعطش خلال اليوم فعنا الحلويات الدسمة مثلاً يعني لما بدنا نأكل بسبوسة أو بدنا نأكل كنافة منكلها بعد الإفطار ما منترك الحلويات لنتنيولها على وجبة الصحور وطبعاً عنا التوابل الكتير والتوم والبصل نبتعد عنهم على وجبة الصحور